احنا السوق المصري بقى وصلنا هو بيقول بيقال ان ده اول السوق في المنطقة العربية فالسوق ده وصلنا فيه لغاية فين وعلاقاتنا ايه احنا عندنا الدول بتنتج في المنطقة العربية بمصانع كتير زي السعودية وزي الامارات ويعني دي دول ممكن جدا يبقى لها وجود قوي في هذا السوق وحضرتك فيه سوق كربون طوعي في قطر من اربع سنين وفيه سوق كربون طوعي في المملكة العربية السعودية برضو من سنوات احنا يعني بدأنا عمل كبير من خلال هذا السوق واكيد الشركات الموضوع اللي ابتدت في هذا الموضوع هتبحث عن وسيلة عشان تنفذ بها الى العالمية وان الشهادات تدداول عالميا مش محلية بالزبط الموضوع السرامة في الشفافية في اساس هذا الموضوع يعني ايه السرامة في الشفافية لابد ان يكون فيه طرف سالس للتحقق من ارصدة الكربون وتقفضاتها وفيه كمان اندبيندد ريفيور عليها يعني مراجع مستقل بيراجع على شركة التحقق وعلى الشركة التانية بيبقى مراجع فردي والكلام ده لازم يعترف به قلنا واحد من الاربعة او اليو ان اف تريبل سي عشان يسمح بالتداول عالميا وتقدر تبيع بمنتهى الشفافية ولكن سوق الكربون الالزامي دي خطوة كبيرة على الطريق للوصول الى سوق الكربون الالزامي وكانت سعادة وزيرة البيئة صراحت ان دي خطوة على الطريق وممكن خلال سنتين نصل الى سوق الكربون الالزامي وسوق الكربون الالزامي او سوق الامتسال ده ضروري جدا ان احنا نوصله لان بعد قانون الاوروبي اللي اسبام قليل تعديل حدود الكربون بيطلب من كل دولة او من كل مصدر سعر الكربون في دولته فسعر الكربون في سوق الكربون الالزامي بيتحدد بناء على يعني آلية آلية تبادل الانبعاثات وبيبسمه سوق تبادل الانبعاثات وفيه الشهدات الكربون بتقبى بسعر عالي جدا لان انت ما فيش مجال هنا انك ما يكونش فيه شفافية لا ده انت بتقدم خلاص بقى هيئة دولية اللي بتقيم فيبقى فعلا انت خفضته وفعلا بالنسبة دي يعني انت لو ما خفضتش حتدفع ولو خفضت حتكتسب مزايا